لكن هؤلاء الذين تولوا الزمام الذين تذكرون بأنهم كان كلهم في تخصصاته يعني هناك رابط مشترك بينهم كلهم أنهم من الصحابة الأجلة الكبار أهل العلم الشرعي أليس تولي مجموعة من العلماء والقريبين يعني العباد والصالحين لزمام الدولة يحولها شيئاً فشيئاً إلى دولة دينية باعتبار أن الناس في العادة تنظر إلى العبد الصالح أو إلى عالم الشريعة بشيء من القداسة حتى وإن لم يعني يدعيها بنفسه أنت إذا أردت أن تتكلم عن توقعات هذه توقعات أو افتراضات لكن بالنسبة للواقع ما حصل شيء من ذلك وثمت فرق معتبر بين الاحترام والتوقير وبين اعتقاد القداسة والعصمة فنحن مأمورون بأن نوقر أهل العلم وأهل الدين إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه التوقير شيء غير أن نعتقد أن كلامه مقدس وأن أفعاله معصومة وأن أقواله لا يأتيها الباطل فمثل هذا هو الممنوع نعم ترجمة نانسي قنقر